يحكى أنه في زمن قريب اجتمع الذئاب وضباع وغزلان واتفقوا على جعل تل الغزلان مكانا ترتع فيه الذئاب والضباع بعد أن أقسمت بأغلظ الإيمان أن تؤمن حياة الغزلان وقع الثلاثة معاهدة التعيش السلمي وعلقوها على جذع شجرة بعد فترة قصيرة هطلت أمطار غزيرة فتبللت الوثيقة وجرفتها المياه فاستيقظت الغزلان لتجد الضباع تفترس غزالا صغيرا تاه عن القطيع فرفعت أمرها إلى الذئاب التي عللت الحادثة بقصر ذاكرة الضباع فما إن غابت الوثيقة عن بصرها حتى نسيت أمر المعاهدة رضيت الغزلان على المضض بحكم الذئاب ووقع الثلاثة معاهدة جديدة مر وقت قصير ومرض قائد الذئاب فاصطادت له المجموعة غزالا يافعا غضبت الغزلان ويممت وجوهها صوب الضباع التي قالت تقول الأسطورة أن دماء الغزلان الدافئة هي أفضل دواء لمرض الذئاب نحن لا نلومها في هذه الحال فالمريض قائدها وأنتم على بينة بأنه يجوز للقائد ما لا يجوز للعامة رضخت الغزلان ثانية لكن تنازلها تلاه واحد بعد الآخر ولا زالت ترضخ وتقدم يوميا قرابين الطاعة والولاء حتى أضحت تقدمها راضية قانعة مهللة في تل الغزلان أضحى للغزلان آذان طويلة تشبه آذان الحمير وازداد وزن الذئاب حتى أصبحت كالجواميس الصغيرة في تل الغزلان أصبحت الضباع توقع المعاهدات بمفردها مع تلال الجوار اشتركوا في القناة